كورس كبكت الاحتراف من الصفر. راح تسألي تقول ليش بالتحديد تطبيق كبكت. يا لان في كل الادوات اللي يحتاجها كل ممنتج وصانع محتوى. ايش يتريد اكثر من كذا يا صديق العسل. جيب من شربك المفضل وشغل جهازك وتاب معي سادس من كورس تطبيق كبكت الاحترافي. ويلا بينا نبدأ على بركة الله. اياكم الله. اهلا وسهلا بكم في القناة اليوم نتعلم كيف نضيف قائمة بالقائمة اصلا مقسمة بطريقة سهلة وبسيطة واحترافية. شوفها مع بعض طبعا انا راح اغطي الصور اللي شوفونا قدامهم لانه في الصور اه مات ناسب. فانا راح اغطيها وشوش عليها. لكن هذه كلها قائمة فلاتر وفكترات. هذه كلها قائمة فلاتر خاصة بالفيديوهات تمام? وضغط القائمة في اليسار شوفنا مع بعض اليسار هذه. راح تظهر لنا التقسيمات الخاصة في القائمة منها اللايف. عندنا قائمة كبيرة من القائمة الثانية عندنا اه هي سيكنري. سيكنري هي قائمة خاصة في الالبوان كذلك في الافكتات الوحادية. وعندنا قائمة موز هي الاكثر استخدام قائمة الفلاتر السينمائية الخاصة في الفيديوهات السينمائية. راح نشرح هذا الفلاتر ونشوف اي شيء اللي راح نقدر نستفيد منه. وافضل الفلاتر الموجودة والاستخدمة في اه فلاتر موز. وعندنا فلاتر مون هي فلاتر اوحادية يعني تعطيك لون واحد باهد لون اسود ابيض لون بني لون اه باهد يعني هذي تقريبا شبه الوان احادية يعني ما تعطيك الوان اه متشبع الوان مختلفة لاتعطيك لون واحد لكل فيديوهات السينمائية كل الافلام في الاشياء اللي نشوفها في الشاشات. اه عندنا القائمة الخامسة اه ريترو بعد هذي تقريبا الوانها احادية لكن مختلفة تماما عن تقسيمة اللي فور. بعد عندنا نايتسكان هي اشياء خاصة في الليل مثلا عندك تصوير في الليل عايز تظهر الوان محددة فتستخدم هذا الفلاتر. ستايلي ستايلي عندنا مجموعة من الفلاتر الخاصة بستايلي معين الوان معينة مثلا الوان الاحمر والازرق والاحمر الرامط. اذا عندك اه مود او ستايلي معين ازرق. كيف تستخدم هذا الوان عشان تعطي ستايلي معين واللون معين على الفيديو فود. الالوان الخاصة بالطعام والمأكولات. يعني صراحة تقسيمات كبكات رائعة جدا. قسمين كل شي تحتاجه من بداية من اللايب الى الفود الطعام. لو نبدأ باللايف. انا عندي هذا الفيديو اللي انا اشغال عليه حاليا. ما في عليه اي تأثير حاليا. لو اختار اي تأثير. مسلا تأثير هذا التأثير موية جدا. تستخدمونه في اضافة لاحظوا كيف صار اللون. صار اللون باهت وازرف. وهذا اللون دائمين يشوفو. يبرز في الافلام ويبرز في الاشياء السينمائية. فيعطيك اللون السينمائي. مميز جدا. شوف اللون كيف صار اللون بشرة اكثر صدوع. والخلفية صارت اكثر اه زرقة. فيروح يعطيك لون اه شبيه باللون السينمائي. طبعا تقدر تتحكم في الاوبا ستي الخاص فيه من هنا. اي فلتر تاخدو تقدر تتحكم في الاوبا ستي. هذا القائمة يعني اي فلتر ان تشوفوه مناسب ومريد ان تضيفو على اي فيديو خاص بك. على اي اه جزء خاص بك من الفيديو راح يكون اه يتشبع في هذا الفلتر او هذه الالوان خاصة بالفلتر. يعني انت ما تقدر تستخدم اكثر من الفلتر. فانت ممكن تجيب الفلتر هاد وتجيب الفلتر هاد يقول بنفسك انه والله حضر مجوع من الفلتر عشان ينطعم علون كويس. لا. خطأ. انت تستخدم فلتر واحد او فلترين او ثلاثة فلتر بتكون مدروسة معينة يعني تأثيراتها معينة عشان ما تتخرب الفلتر الخاص فيك. مثلا هذا الفلتر ما اثر مع هذا الفلتر باكس. اعطاني اكثر اه اكثر اه حيوية اكثر في حكم طبعا في الباس التي الخاصة تأثير الفلتر على الفيديو. اخففها طبعا ممكن تخضي اربعين ثلاثين في المية خمسين في المية حسب احتياجك ونظرتك في الفيديو اللي تشوفك قدامك. تمام? طيب. ممكن انا الان اجرزب اكثر من الفلتر هذا الفلتر جربتم. ممكن انزل تحت نروح على فلتر يجمع من الفلتر اللي خاصة في الطبيعة لو اسم هذا الفلتر مثلا. خلنا نشوف ايش حاطيني التأثير. اعطاني اكثر تشبب يعني هذي الوان خاصة في الطبيعة. طبعا ما تقدر يعني تخفف مثلما اتفقنا مع بعض. خفف من قوة تأثير الفيديو. لاحظوا نو التأثير جي اكثر شيء عن لون الاحمر. وبين عم اعطيني اه لون احمر يعني بروز للون الاحمر. هنا لون بني لو يجيبه احذف الفلتر زادة. عشان شوف تأثير شوف لحنا معنا اطاني تأثير باهت يعني زي غروبة الشمس. طبعا اقدر اتحكم فيه مثلما انا مع بعض. هذا الشكل يعني تقدر تتحكم بتأثير الفلتر. هنا شروب الشمس. هاي طبعا تقدر تتحكم فيه ايش مع الطبيعة الاشياء الخاصة في الطبيعة. هنا اطاني كيف لون اتحولي لون الخلفية وعطاني كيف لون البشرة حولي لون بفتقالي. لانه هنا معطيني اه اشبه بالغورنج. اللون الاورانج. تمام? هنا الوان خاصة للثلج باردة. كونك شوف هايش التأثير شوف الوان باردة. اعطاني اللون بارد. خلفية لونها اه خلفية يعني باهتة باردة. تمام? لانه معطيني تلج. طبعا هنا اللون آآ بارد آآ قريب لد يعني دافي شوية. اكثر من اللي قبل شوي. فعندك الوان كثيرة وفلاتر كثيرة تستخدمها. اكثر شي مستخدم فلاتر الموبس. فلاتر الموبس هي الاكثر استخدام. مثلا عندك هذا اللون اللي يشوفه دائما بالالوان السليمائيا. هذا اللون هذا. لاحظ مايكيف يعطاني اللون. طبعا اقدر اتحكم فيه شوية بعد الشكل. تقدر تتسوي خاص مود يعني مود او فلتر خاص بك لجميع بيديوهاتك تستفيد منه. او تخلي يعني من هويتك انه هذا المود ما راح تغيره. حتى تستخدم هذا الفلتر زعب جميع الفلاتر التانية. فلاتر مثلا الفلاتر الثانية. فلاتر الثانية مثلا دراك دراون. هذا فلتر مميز بعد. يعطيك بهتان لأسطورة. زي ما نشوف مع بعض بهتان للألوان وقوة للألوان في الخلفية. والظلام في الخلفية يزيد الشادو في الخلفية. لو زيدها ستلاحظ انه الشادو يزيد في الخلفية. ويعطي اه وضوح للشخصية للأشخاص المتكلمين بهذا الشكل. مثلا استخدم الثاني. او الفلتر الثاني. عن زي تخترف مثلا على مون. الالوان الفردية. اللون الفردي يعطيك لون فردي واحد يعني. راح تتحول اللون الى لون فردي واحد. مثلا تحاب تشتغل على فيلم يتكلم عن اشياء قديمة او بالزمان. مثلا تكلم عن اه مثلا عن زمان الصحابة مثلا زمان الزمان الزمان القدامة. فتستخدم هذا اللون او هذا البنتر عسان يوحي انه اه يوحي للماضي يوحي للألوان الماضية والألوان القديمة. فالألوان التاريخية تستخدم هذا الالوان اللي اسمها الوان او فلاتر اه مون تمام. خلنا نشوف ريتو اشيما طينا. ريتو خاصة فيه الاشياء مثلا الاشياء الافحادية. الالوان الفردية المنتجات والنوحات الخارجية والمناظرة الخارجية. لاحظ ما عرض كيف سوى لتكثير زي النويز. فما راح نستفيد منه على الفيديو الخاص فيه. الفيديو الخاص فيه نستفيد منه فيه الالوان المون. الوان الموز واللايف. والالوان ستايل والفود في الخاصة في الطعام. تمام? طبعا اكثر من فيلتر او اكثر من قائمة فيلتر تستفيد منها من قائمة فيلتر. تمام? لو سنجيب هذا الفلتر ازرق وهذا الشكل يعطيني يعني مثل ما شو مع بعض. نايت اسكان هذا الالوان الخاصة الليلية. عندك تصوير الليلية هذا ينفع فيه التصوير الليلي يعني يبرز لك الوان معينة بفتقالية على الوان اه خضراء يعني فيه الوان الليلية مثلا اللون الازرق هنا راح يسرر تأثيره اكثر سطوع فيه اللون الازرق ويعطيك للشادو اكثر اه سواد ماطقل يشادو فيها ظل راح يبين اكثر لحب معين ماطقل فيها ظل بيين اكثر فيها وعطاني لون خلفية زرقاء تقريبا وهنا يعطيك آآ غرين فيعطيك لون اخضر تقريبا آآ لون احمر ازرق اخضر كده فانت راح تجرب المودة الخاص فيك نروح على عندنا اللون الاحمر عندنا اللون الازرق وعطنا من محبين اللون الازرق والاحمر فراح هذا اسوي خاص فيه باللون الازرق لاحظ معي طبعا تستفيد منه تحطه على خلفية مثلا انا اقسم الجزء هذا مثلما تعلمنا كيف نفرغ الخلفية مثلا تمام افض نسخة من هذا الفيديو واضح على فوق خلوني هنا اخلوني التأثير فقط على الخلفية نزل التأثير تحت اروح على الفوق اروح على الفوق نفرغ الخلفية عشان نصرف تأثير الفيديو على تأثير الفلتر اول الفلتر على الخلفية عشان نشوف كيف راح يؤثر فيها الخلفية تماما مع بعض شوف نزيد التأثير على الان الفيديو شوف لها معي كيف صار صار تأثير الفيديو لاني فرغت الخلفية صار تأثير يديو عنه على الخلفية الآن مثلا نفلي وصل فيه لونها احمر. اجيب تأثير لونه احمر هذا الشكل. او زهري راح يعطينا التأثير هذا نشوفه مع بعض. طبعا تريد التحكم في قوة التأثير حيث انه يكون معظم هذا الشكل. ايما تقدر تلعب باشياء كثيرة مثلا لون احمر حابة تكون وصل فيه لونها احمر بده ما اجيبه يضع هذا لونه احمر. هذا بقدر اسوي عن طنيقة التفريغ. هذا اللون. شوف تلاحظ معاه. كيف? هذا الشكل. تمام? طبعا هنا يعطيك مكس من الالوان بين الاحمر والازرط. داخل معاني انه يعطيك مكس يوضح لك اللون الاحمر والازرط بهذا الشكل. يعني تقدر تستفيد منه من الالوان اللي شوفها. الوان الكود هي خاصة بالالوان الطعام. يعطيك اشياء خاصة كسبرزة الطعام. شوف مع بعض. هنا يعطيك معاينة بسيطة للفلتر. طبعا هاي قائمة تقدر تستفيد منها. بسما تفقنا مع بعض على الموت الخاص فيك. بلانا احب اللون? او الالوان الاحادية. فاطبق الوان الاحادية على جميع فيديوهات مثل 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 المومد. فسنا اختار هذا اللون الباهد. احبطه على جميع البيديو الخاص في على جميع اقسام الفيديو فيعطيني BuQ واحد باهد في جميع اللون. نراحظ معانا يقوله للون اللي يشرح عليه. آآ يعطيني نفس اللون. يعطيني مود واحد. فانا اقدر استخدمه هاد الشيء يعني يعني ايش? اني اصنع آآ لون واحد الكميع الفيديوهات اللي شاقوان عليهم. مجموعة من الفيديوهات مصورة بطرق مختلفة بألوان وإضاءات مختلفة فراح يساعدني فلتراً بوحد لي الألوان كلها على جميع الإضاءات المختلفة وعلى جميع الفيديوهات اللي كنت أنا أصورت لها. تمام؟ هذا الفيديوهات مصفلترة ببساطة وفيها مجموعة من الفاتر رهيبة اللي تقدر استفيد منها في صناعة الفيديوهات الاحترافية على كبكات نتظر بالحلقة القادمة إذا كنت موصل إلى هذا الحلقة لا تنسى أنك تطبق الدرس والتتابع معي خطوة بخطوة عشان تتشام كبكات وإلى هنا انتهينا من حلقة هذا اليوم أتمنى أني أكون قدرت أبسط لك الأمور كلها في تطبيق أو في كورس كبكات الاحترافي وأتمنى منك تدعمنا باللايك والشير وتشارك هذا المحتوى من أصدقائك المهتمين في المونتاج والتصوير وصناعة المحتوى عشان يستفيد من هذا الكورس المجاني ولا تنسى تضغط على زر الاشتراك وتضغط على زر اللايك عشان يستفيد الجميع وينتشر هذا المحتوى عند الجميع وأشوفه في الحلقة القادمة وفي ختام سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته